تشكل إمارة الشارقة واحدة من أهم العنوين التي تدعم الإنسان وتركز عليه في جميع مبادراتها فلم تدخر الشارقة جهدا إلا أفعلت للارتقاء بأفراد المجتمع وربطهم بعجلة التنمية التي تقودها البلاد هذا الاهتمام بالإنسان جاء نتيجة إنجازات متواصلة تسعى إلى تطوير قدراته وتمكينه على كافة المستويات منذ المراحل العمرية الأولى التي تشجع على الاهتمام بالطفل لينشأ تنشئة صحية وسليمة فضلا عن تنمية وسقل قدراته وتمكينه في جميع الحقول الثقافية والمعرفية ودعم صحته وسلامته البدنية يأتي اهتمام إمارة الشارقة بالطفل من خلال المبادرات التي تطلقها والمؤسسات التي توفرها كمراكز الأطفال والفتيات التي تعتبر تجربة رائدة واستثنائية على مستوى المنطقة كونها تلعب دورا مهما في الاهتمام بمواهب الطفل العربي وتسهم في ترقية ثقافته وأفكاره وطموحاته استكمالا لسلسلة الإنجازات التي حققتها الشارقة في دعم الأطفال واليافعين على مدى الأعوام الماضية والتي تجلت بإعلانها أول مدينة صديقة للطفل على مستوى العالم في ديسمبر 2015 تأتي المبادرة الجديدة والتي أعلنت عنها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف عن مشروع ترشح إمارة الشارقة لنيل لقب مدينة صديقة للأطفال واليافعين لتضاف إلى رصيد الشارقة التي تدعم طفولة وتؤمن بيئة تقدم لسكانها وزوارها حياة صحية آمنة وبيئة تنعم بالرفاه والازدهار وهو ما جعلها مثالا نموذجيا للمدينة العصرية الصديقة للإنسان بمختلف مراحله العمرية وعلى مستوى الدولة أصدر صاحب السمو أشخ خليفة بن زيد آل نهيان قانون حماية حقوق الطفل المعروف بقانون وديمة والذي احتوت مواده على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي والذي يضمن الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات